ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وساعة ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجله على الله وكان الله وفوراً رحيماً وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقسروا من الصلاة إن خفتم أن يسكينكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً وإذا كنت فيهم فأقلت له صلاة فلسقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم فإذا تجدوا فليكونوا من ورائكم فإذا تجدوا فليكون من ورائكم وللتأت طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لن تغفلون عن أسلحتكم وأنكعتكم وأنكعتكم فيهيلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخلو حذركم إن الله أعد للكاترين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فانكم وانج قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا تجنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما إن كتابا بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن للخائنين خصيما إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يغتالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستقون من الناس ولا يستقون من الله وكان الله بما يعمل وكان الله بما يعمل إنهم يكون محيطا ها أنتم هؤلاء فمن يجادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا ومن يأمل سوءا أو يظلل نفسه ثم يستغفر الله يجد الله رفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بيئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شهيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعى ذلك ابتغاء مرضوة الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من نوله ما تغلى ونصله أهما نوله ما تغلى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا دعا له الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمنهم فليبتكن آذان الأنام ولأمنهم فليبتكن آذان الأنام ولأمنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مؤواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت ذا الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحت ذا الأنهار وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانكم ولا أمانه أي الكتاب من يمنسو أن يجذبه ولا يجر له من دون الله ومن يأمل من الصالحات من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا ومن أحسن ديما ممن أسلم وجهه لله وهو مؤسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخف الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم قل الله يفتيكم فيهن إن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء قل الله يفتيكم فيهن قل الله يفتيكم فيهن ما كتب لهن وترغبون لأن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتكتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولن حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتاروا هاك المعلقة وإن تصلحوا وتكتقوا فإن الله كان أفورا رحيما وإن يتفرقا يؤمن الله كلا من سعته وكان الله وافعا حكيما شكرا شكرا